أهلا وسهلا فيكم من جديد بآخر محطاتنا لهذا الصباح أكيد من خصص هذه المحطة للحديث عن السؤال المتكرر عند الأطفال ما هي أسبابه وأكيد ما هي أعراضه وخطورته وكيف يمكن علاجه بسعيدنا اليوم أن نستضيف معنا الدكتور جورجي مسيح أخصائي أطفال وحديتي الولادة برم الله أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بجميع المشاهدين إلى قناة الفضائية الفلسطينية من رحب فيكم في هذا الصباح المشرق الجميل الربيعي الشتوي الخريفي أنت تعطينا طاقة دائما دكتور مستيجي وكلماتك جميلة جدا أهلا وسهلا فيكم العام أنت بخير يا رب كل عام أنت بخير كيف سنة معاشي معك؟ نعم نهلا تمام 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 نتحدث من البداية نتحدث اليوم عن السؤال المتكرر نتحدث ما هي أسباب السؤال المتكرر للأطفال نعم هذه من أحد المشاكل المهمة والضرورية لأهل والمستمعين والمشاهدين وهم يعرفون عنها أو على الأقل يكون معهم عندهم معلومات عنها خلينا نفرق شوي ما بين السؤال العادي والسؤال المتكرر أو المزمن كثير من الأطفال ممكن ينصابوا برشوحات أو زكام أو انتهابات بالحلق أعراضها سؤال قحة بس هذه تستمر عادة من أسبوع لأسبوعين إذا استمرت أكثر من ثلاث أسابيع وهذا التعريف العلمي للسؤال المزمن أن القحة مستمرة تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع يعني 20 يوم 25 يوم إذا استمرت أكثر من هيك هذه نسميها سؤال مزمن أما السؤال المتكرر فهي سؤال لو بات من السؤال تتكرر كل فترة والثانية بشكل متكرر يعني كل أسبوعين ثلاث أسابيع ممكن الطفل ينصاب بقحة وبعدين بتخفي شوي وبعدين بتروح وبعد ثلاث أربع أسابيع ينصاب بقحة هذا اسمه السؤال المتكرر خلينا نوضح نقطة بس بالأول أن السؤال عبارة عن آلية دفاعية في الجسم بمعنى آخر إذا كانت تنشق طفل مثلاً أي شي غبار أتربة بتلاقي فوراً بصير يقوح منشان الجسم يطرد هالجسام الغريبة هذي وينظف الجهاز التنفسي أحياناً إذا كانت جمع البلغم أو المخاط في الحلق أو في المنقير أو حتى في القصبات هذه وسيلة دفاعية لطرد هذه المواد الشائبة من الجسم إذن إلها فائدة ولكن إذا استمرت لفترة طويلة أو أثرت على الطفل بشكل يعني صار عنده ديئة في النفس هلأ رح نحكي عن بعض الحالات المستوجبة التي يجب على الأهل عرض الطفل على الطبيب أو الجهات الطبية لتحديد أسبابها فهي عبارة عن آلية دفاعية في الجسم ولكن إذا زادت عن هذا الحد هذي سيجب التدخل ومعرفة الأسباب فهذا الفرق ما بين السعال العادي والسعال المتكرر أو السعال المزمن جميل جداً دكتور لو تحدثنا شوي عن خطورة السعال على الطفل بشكل عام بس نخص أكثر أي شيء خصوصاً على فترة النوم أنا فترة النوم فيها خطورة على الطفل وهو عامل اختناق نعم هذه نقطة كثير مهمة إذا كان السعال خفيف يعني مثلاً في الساعة خلينا نقول الطفل بقح مرة أو مرتين أو ثلاث مرات مش كتير مؤثرة على ضيقة نفس عنده مش كتير مؤثرة على نشاطه وعلى أدائه سواء كان في البيت بعمر سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات أو في الحضانة أو في الروضة أو حتى في المدرسة مش مؤثرة على مجمل حركاته هذه ممكن التعامل معها بطريقة تختلف عن سعال مستمر في الساعة بقح مثلاً متواسل أو متقطع بس عشرين مرة ثلاثين مرة بالساعة فهذه متأثر على نفسه وخاصة إذا كان ترافقت هذه مع قلة النوم قلة الحركة، قلة النشاط، الذبول والتعب لأنه من كترة شدة القحة يصاب الطفل بالإرهاق صحيح من شدة القحة لأن القحة عبارة عن شد عضلات الجهد التنفسي وشد عضلات البطن وبالتالي من شان يطلع هالسوائل أو من شان يخلص حاله من القحة هذه فهذه تؤثر في المجمل إذا يصيب الطفل بالإرهاق بيصير مرحب فهون يجب التدكر وإعطاء علاجات إذن، آه، فضل لو ذكرنا مثلاً من إيش بتصير هذه؟ أسباب القحة المزمنة والمتكررة أكتر سبب منشوفه إحنا ومعروف يعني علمياً هذا الالتهابات بالجهاز التنفسي سواء كان الجهاز التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي الرئتين والشعب الهوائية والقصوات الهوائية وهذا ما نشوفه كثير إحنا الالتهابات ممكن نكتون التهابات بكتيرية، بكتيريا أو التهابات فيروسية تقريباً تلتين الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي عبارة عن التهابات فيروسية وهون أعطوني فرصة بس أذكر المشاهدين والمستمعين كثيراً ما يلجأون إلى استعمال المضادات الحيوية إذا الطفل أصيب بالقحة وكثيراً ما نشاهد هذه الأيامات إعطائهم أدوة غير مناسبة لعلاج القحة سواء كان على عاطئ الأهل أو موجود عندها في البيت ومنها الكورتزون يعني أنا أوجه تحذير للأهل ما تستعملوا أدوة الكورتزون دون اتشارة الطبيب والدواعي الموجبة واللازمة لإستعمال هذا النوع من العلاج الكورتزون إحنا منعرف الطفل بنمو والكورتزون له تأثير على النمو وتأثير على كل أجهزة الجسم مش من الأدوية العادية البسيطة اللي ممكن علاج القحة فيها كما ذكرنا إذا كان قحة خفيفة ما بتحتاج لأي أدوية الجسم يتعامل معها لأنه كما ذكرنا سابقاً هي عبارة عن آلية دفاعية في الجسم أما إذا كان مؤثر عليه أو إذا كان أصيب الطفل بحالة إرهاق أو تعب أو متشنج أو قحة مستمرة تؤثر على ذائقه هنا ممكن أن نبدأ دخل وإعطاءه العلاجات إذا أول سبب للقحة المتكررة أو المزمنة التهابات بكتيرية أو فيروسية التسرابة الثانية اللي منشوفه اللي هو الربو ما تعريف الربو عبارة عن نوبات قحة مستمرة ومتكررة كل أسبوعين ثلاث أسابيع بالسير عندما يتعرض الطفل لأسباب تؤدي إلى حدوث نوبة الربو بتلاقي القحة وهو نخليني كمان أوجه دعوة لكل المشاهدين من أكثر الأسباب اللي بيكون الطفل فيها يصاب بالقحة المستمرة أو المتكررة التدخين في داخل البيت الأرقيل أحدنا منسأل في حد بدخن في البيت؟ لا ولا يا دكتور ما فيش حد بدخن وبتلاقي بتأركل الأم والأب وين؟ في غرفة الأعادة أو في غرفة قريبة من الطفل هذه من أكثر المسببات الملوثات الهوائية والجوية للنوبات المتكررة الطفل يصبح مدخن ثلبي يعني أكثر يعني يستنشق الدخان نحن عادينا نخلي الطفل يتدخن بلا إرادة يعني بدو شو يتدخن ولكن هذا خطأ الأهل أرجو منهم أم لا يدخنوا إطلاقاً داخل البيت نعم الأسباب الأخرى الثالثة اللي هي الحساسية موضوع الحساسية للأطفال الموضوع الحساسية عند الأطفال موجود يكاد تقريباً من 20-25-30% من الأطفال بتختلف من منطقة إلى أخرى يصابون بالحساسية من الصعب أحياناً تمييز إذا كان أسباب القاحة المتكررة هي حساسية ولا هي التهابات إلا أن أسباب القاحة الناتج عن الحساسية ممكن يكون أعراض أخرى للحساسية حكب الأنف حكب العميين حكب كذا ولا يستحبها ارتفاع بدرجات الحرارة هذه ممكن تميزها عن الالتهابات البكترية أو الفيروسية وتأتي أكتر إشي في الليل أو عند التعرض للمسبب الحساسية فبالمجمل يعني فيه أسباب كثيرة من هنا بقي أن نقول أنه فيه استعال ديكي كثيراً ما نسمع عن استعال ديكي استعال ديكي موجود الحمد لله بوجود التطعيمات الوطنية بعتوا تطعيم ضد استعال ديكي إلا أنه كل سنة بيمر بعض الحالة ممكن يكون مصابين باستعال ديكي ما هو استعال ديكي؟ الشهيق بوقت نفس بعدين قحة مستمرة 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 لدرجة أنه تأثر على النفس وبزرق لونه وبزرق وجه وبرتاح شوي وبعدين بيعود بوقت شهيق مرة تانية وبقحة مستمرة وتتكرر هذه النوبات وهذه سعال ديكي لا نتشبه نباحة ديكي أو صوت ديكي ممكن علاجها مسببها بكتيريا نحنا بنعرفها إشهية ممكن عمل الفحصات للتأكد من التشخيص وممكن إعطائه العلاجات ما يزيتها إنها قد تستمر نوبات القحة بعد زوال الالتهاء لمدة شهرين أو ثلاثة شهر أو رائع بإجاز دكتور جورج يعني في حال الطفل ما قدر يوقف هذه القحة وظلوا مستمر ممكن يعمل نعم هذا الكثير سؤال مهم فيه أشياء ممكن عملها في البيت قبل الوصول للطبيب وفيه أشياء الطبيب لازم يعينها ويشوفها نشوف أشياء الحالات اللي لازم الطبيب ضروري يعينها منشان نعرف سبب القحة إذا كانت القحة مصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة تسعة وثلاثين أربعين درجة الحرارة يجب عرض الطفل على الطبيب وتحديد إذا كان فيه التهابات بكترية أو فيروسية أو عمل الفحوصات اللازمة وإعطاء العلاج اللازم هذه نمرة واحد نمرة اثنين إذا كانت القحة هذه تؤثر على نوم الطفل يعني بروح الطفل بدون نام بتلاقي مسكة نوبات القحة ومشعره في نام وتؤدي في الآخر إلى إرهاق كما ذكرنا أو إذا كانت القحة مصاحبها ضيق بالنفس مش قادر يخذ نفس صعوبة في التنفس أو تسارع بالتنفس هذه يستوجب عرض الطفل على الطبيب لتحديد الأسباب في هناك يعني حالات أخرى إذا كان البلغم مخلوط بالدم أو في بعض الدم هذه يعني إشارة الخطورة إنه يجب عرض المريض أو الطفل على الطبيب لتحديد سل الرئوي واحد من الأسباب هذه إذا كان القحة مستمرة واستمرت أكتر من أربع أسابيع أو خمس أسابيع وكان مصاحبها ضعف أو شهية في الأكل أو نزول وزن الطفل مثلاً على الحد الطبيعي أو وزن الطفل لا يمشي مع تطور نمو الطفل بالوزن ممكن السعالة إلى تقيق أيضاً نعم إذا كان في تقيق فيها أحياناً كثير بيشكل أهل قح 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 بعدين أطلع كل البطنة هذه ظاهرة شائعة موجودة تدل على شدة القحة ويجب بقي أن نقول أنه عند الأطفال الرضع اللي عمرهم عدة شهور في هناك حالة خاصة اللي هو الارتجاع المريئي اللي بيسبب القحة المستمرة أو المزمنة الارتجاع المريئي يعني الأكل بيطلع من المعدة إلى المريء وبعدين بيدخل إلى الرئتين وبيسبب نوبات القحة هذه طبعاً ممكن علاجها بعد التشخيص عمل التشخيص ممكن إعطائه الأدوية لتخفيف الارتجاع الرئوي وتزول تدريجياً بتقدم عمر الطفل أو إعطائه الحليب الخاص للارتجاع هذا وأحياناً يعني بيكون أسباب الانتهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال عادة بعد عمر خمس سنوات ممكن يصابون بالانتهاب الجيوب الأنفية وتؤدي إلى قحة مستمرة ومزمنة أو وجود بلغم مستمر نتيجة لحمية في الأنف مثلاً موجود بلغم بالحلق هذا يؤدي إلى قحة مستمرة ما هو العمل؟ ما هو الحل؟ هناك بعض الخطوات ممكن الأهل يعملوها في البيت للتخفيف من شدة القحة أولاً إحنا بدناش نقول أدوية القحة تكون موجودة في كل بيت موجود لأن تعملاتها بكثرة ودون رشاد طبي أو استشارة طبية فيها نوع من الخطر كل الجهات الطبية لا تنصح باستعمار أدوية القحة المحتوية على مثبتات القحة قبل عمر ست سنوات أحياناً بقول مثلاً سنتين وطالع ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استعمار أدوية المثبتات القحة أو مخاففات القحة في البيت ممكن أعطاء الطفل مثلاً تبخيرات أعشاب بخار تعمل مثلاً أعشاب مثل زعتر والبابونج والينسون التبخيري خليه استنشقه أو أحياناً كثيراً ممكن تعمله جو محيط بالأبخرة بخار بالحمام مثلاً تفتح الماء يستخنة مثلاً لعبئ البخار تحط الطفل نستع الزمان بتخفف عنه أعراضي القحة لحين الوصول للطبيب وتحديد السبب وراء القحة هذه إذا كانت الأسباب التهاب بكتيرية أو فيروسية كما ذكرنا يجب عمل الفحوصات اللازمة وأعطي الأدوية إذا كانت بكتيرية المضادات الحيوية ممكن السعب ثلاثين الالتهابات الصدرية تقريباً مسببتها فيروسات ما ربطوا الأهل على استعمال المضادات الحيوية هون صار فيه بن خسين سوء استعمال المضادات الحيوية دائماً أيضاً دكتوري لازم دائماً اللجوء للوصفات الطبيعية هي أفضل من العقاقين للأطفال نعم، الأدوية هذه خليها للطبيب خلي قرر ما هي إذا كانت بكتير مناسبة أو لا إذا كان سبب القحة المستمرة والمتكررة حساسية ممكن إعطاء مضادات الحساسية لأنت هستمين سواء كان بشكل بخخات أو بشكل شراب أو بشكل حبوب للأطفال إذا كان السبب هربوا أو الحساسية الصدرية ممكن إعطاء الأدوية لموسعات الشعب الهوائية مثل الفنتولين، البخخات وهون أحب أن أتذكر المشاهدين أنه إذا كان الطفل عنده ضيقة في النفس ومش قادر يتنفس وأثرت على أكله وأثرت على نفسه يجب إعطاء الأدوية لتريح النفس لراحة النفس أحياناً نتير لا بديش أعوده على البخخات ليس مسألة عادية، هذه الدواء بساعدة الطفل له لعلاج الحالي بالضبط أكيد دكتور جورج يعني كثير مهم الواحد يزور الطبيب ويعني كان بودنا يكون أكثر معنا وقت ولكن خلص وقت البرنامج دعني أختم باللحظة هناك أدوية الكورتزون، استعمال أدوية الكورتزون بردو الأهل يخافوا كثير من استعمال الكورتزون أنا بقول إذا كان الطفل بحاجة لأدوية لعلاج القحة المستمرة أو الربو أو الحساسية الصدرية يجب إعطاءه هذه الأدوية لإراحته لا يخافوا من الأدوية إذا كانت استعملت تحت إشراف طبي وتحت طبيب مثلاً مختص في أمراض الأطفال أو طبيب مختص في الأمراض الصدرية لتحديد ما هو العلاج جداً الله يحمي جميع أطفالنا بالتأكيد وشكراً كتير على معلوماتك دكتور جورج مسيح أخصائي أطفال وحديثي ولادة في رمضة شكراً لكم وشكراً لجميع المشاهدين إلى قناة الفضائية الفلسطينية أكيد ختمه هو ميسك مع دكتور جورج مسيح وأكيد مشاهدين ممكن يوصلنا لنهاية حلقتنا لليوم مني ومنتاقم العمل كل شكر على حسن المتابع ولقاء بيتجدد غداً بآخر الأسبوع بحلقة جداً الله يصبحكم بالخير نهار سعيد مني ومن سارة ومنتاقم العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة